نظم مجلس رؤساء الكنائس في معهد أم الفادي في الجليل صلاة ورياضة روحية لأعضاء المجلس شارك بها غبطة البطريار بيرباتيسة باتسبالة بطريارك القدس للاتين إلى جانب عدد كبير من الأساقفة والكهنة من مختلف الكنائس الكاثوليكية من كافة الأراضي الفلسطينية وتعد هذه الرياضة من ثمار السينودس الرعوي للكنيسة الكاثوليكية في الأرض المقدسة وقد شملت الرياضة على محاضرات روحية ألقاها المطران سليم صفير مطران الكنيسة المارونية في قبرص تخلى لها أوقات لتبادل الأفكار والخبرات بتفويض من سيادة المطران جوزيف جبارة ترأس سيادة المطران يوسف متى مطران الجليل الروم الملكي الكاثوليك القداس الإلهي الذي أقيمت خلاله رتبة الرسامة الكهنوتية للشماس ينال عوابدي كاهنا على مذابح أبرشية الأردن فقد احتفلت كتدرائية القديس جوارجوس للروم الملكي الكاثوليك في أم السماق بهذه المناسبة الروحية التي شارك بها أصاقفة وكهنة وشمامسة وراهبات وحشود من المؤمنين تشفع إلى الراب أن يرحم نفوسنا وفي عزة القداس قدم المطران متى نصائح للكاهن الجديد تمحورت حول رسالة القديس بولوس الرسول إلى تلميذه تمثاوس وبعد ارتداء الكاهن الجديد حلة الكهنوت صرخ الشعب والإكليروس قائلين مستحق مستحق وبعد القداس الإلهي قدم الكاهن الجديد ينال عوابدة كلمة شكر فيها كل من وقف إلى جانبه في مسيرته التحضيرية إلى أن وصل إلى الكاهنوت ليقدم نفسه لخدمة هيكل الرب ورعيته التي اختارها لكنيسة الروم الملكي للكاثوليك ونحن اليوم نحتفل بالكاهن الجديد مع هذه الأبرشية مع العشيري تبعته في مرج الحمام يلي رعيته وطبعا مناسبة جدا حلوة أن نلتأم مع بعضنا البعض بهذا الفرح ونحن في الأردن في هذا البلد الحبيب وتحية لجلالة الملك عبدالله الثاني يلي فعلا عم يعطي شهادة حلوة لهذا التآخي يلي موجود في هذا البلد الحبيب بدون أي تتمييز أيا كان فنحن اليوم نفتخر بوجودنا فيه هنا في هذا البلد الحبيب في هاي الرعية الحلوة في كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن لنكون عم نعطي كاهن جديد لخدمة مذابح أبرشية خلينا نقول الأردن للروم الكاثوليك طبعا فرح كبير بعد صنوات طويلة من الانتظار أن يرتسم هذا الشاب ينال ويكون فيه له دور في بناء جيل جديد ويكون مع الشباب يلي نحن بحاجة أنه نبقى على تواصل معاهن لأنه هن يجي للمستقبل وهو شاب ويفهم الشباب وكان داخل في حركة الكشاف والمصرح وبالتالي هو يعطي الكثير لهؤلاء الشباب لكي يكونهم أيضا في هذه المسيرة مسيرة الإيمان الحقيقي لا يوصل الله في سيد المسيح فشكرا لكم على هذه المقابلة شكرا لتيلا لومياري اللي كان معنا في بث هذا الاحتفال من كاتدرائية القديس جوارجوس في المطراني شكرا لكل تعبكم معنا كمان حتى من خلال نشرات يلي عم بتبثوها من أرض الجليل أرض المقدسي من الأماكن المقدسية يلي نحنا جينا لنحمل كمان بشارطها إلكو فشكرا كتير لإلكو ربنا يعطيكو الصحة ويضلكوا دائما في هاي الخدمة المباركة شكرا لإلكو بالبداية بحب أشكر ربنا على نعمة الكهنوت اللي أعطاني إياها اليوم بعد فترة عناء وانتظار كبير ونشكر الله إنها تكللت في الآخر بسر الكهنوت بحب أشكر أصحاب السيادة سيدنا كيرج جزيف جبارة سيدنا يوسف متد اللي أجم للجليل حتى يكون معاي اليوم يعطيني بركته الأسقفية بحب أشكر قناة نور سات الأردن اللي دائما هي بترافقنا وبتوصل أخبار الكنيسي للعالم بحب أشكر كل حدا دعمني بحياتي بمسيرتي للكهنوت وبطلب من الجميع أنهم يذكروني دائما بصلاةهم حتى أكون خادم الأمين في رعية المسيح دائما وينما كان وبأي وقت شكرا كتير لكم على سعيد المتصل أقام الأبيانال عوابدة القداسة الاحتفالية الأول في كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك بمرج الحمام بحضور عددا من الأباء الكهنة وجمع من أبناء الرعية